لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قال الشيخ السعدي رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى فأخبر سبحانه أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة الله الاسم الذي تندرج وتأتي بعده سائر الأسماء الحسنة فيقال الله هو الرحمن الرحيم العليم الحكيم إلى آخر الأسماء ولا يقال غير ذلك بمعنى أن هذه الأسماء تنسب إلى الله سبحانه ويقال من أسماء الله كذا وكذا وهذا الاسم على الراجح من أقوى الأهل العلم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أو هو موجود في هذه الآية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في ثلاث سور من القرآن في البقرة وفي آل عمران وفي طاها وإذا نظرنا إلى الآيات التي تكررت والأسماء نجد هذه الأسماء الثلاث الله واسم الحي واسم القيوم قال وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية كما أنه القيوم وتدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها لذلك من دع الله عز وجل فقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث مثلا فكأنه دع الله عز وجل بسائر الأسماء الحسنة لأن اسم الحي يستلزم جميع الأسماء التي يذكر عليها يسميها العلماء أسماء الذاتية أو الصفات الذاتية وهي الصفات التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وكمالها ألا تتعلق بالمشيئة فهو مثلا حي سميع عليم قدير لا يقال مثلا قدير إذا شاء ولا يقال حي إذا شاء وإنما هذه الصفات لا تعلق على المشيئة وأما القيوم فتدخل فيه جميع الصفات الأفعال فمثلا ينزل ربنا إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب فهذا الفعل يسمى صفة فعل لله يفعله إذا شاء يفعله إذا شاء مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا المجيء صفة فعلية يفعلها الله عز وجل إذا شاء يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد إذن العلماء يقسمون صفات الله إلى صفات ذاتية وصفات فعلية صفات ذاتية لا تنفك عن ذاته ولا تعلق على المشيئة وهذا كمالها وصفات فعلية يفعلها الله إذا شاء تعلق على المشيئة اسم الحي له جميع معاني الحياة الكاملة وغيرها من الصفات الذاتية كأنه يندرج خلفه وتحته كل الصفات الذاتية لأنه لا يكون حيا مثلا أو لا تكون حياته كاملة إذا كان عاجزا إذا كان غير سميع أو غير بصير فكأنه يستلزم سائر صفات الكمال التي يطلق عليه الصفات الذاتية عليها الصفات الذاتية والقيوم تدخل فيه جميع الصفات الفعلية لذلك هذا الإسمان لهما هذا القدر وتلك العظمة يقول ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم يعني لا يجوز أن يوصف بذلك لا مقدمات النوم ولا النوم لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال ولا يعرضان لذي العظم والكبرياء والجلال وأخبر تعالى أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور هناك عبودية تسمى عبودية للطرار وهي عبودية شاملة لكل المخلوقات المسلم والكافر البر والفاجر بمعنى الكافر لم يختر مثلا اليوم الذي ولد فيه ولا اليوم الذي مات فيه لا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض لا يستطيع مثلا أن يمتنع عما أراده الله عز وجل كونا فهذه عبودية وخضوع اضطراري يعني يشمل جميع الخلق وأما العبودية النفعة فهي عبودية الاختيار الذي اختار منهم الإسلام والإيمان بالله عز وجل لذلك إذا ذكر في التفسير أو غيره مثلا أن العبادة مثلا كلهم عبيد الله خاضعون له فالمقصود بذلك عبودية للطرار قال فكل ما في السماوات وجميع ما في السماوات رد كلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا قال فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم كما قال الله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله فمن لم يتصف بهذا فليس له من الشفاعة نصيب حتى تكون الشفاعة وتتم الشفاعة لا بد من رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه وإذنه للشافع والله عز وجل لا يرضى عن الكافرين ولا يحب الكافرين لذلك لا شفاعة لهم كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما كان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق جميعا لابتداء الحساب أما شفاعة جيهم من عذاب الله فلاه وهذه المقصود بها الشفاعة المنفية في القرآن لأن بعض أهل البدع ينفون الشفاعة تماما وهذا من الضلال والعياذ بالله تعالى لكن المقصود هنا منذ الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يجرؤ ويجسر أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله ورضي عن المشفوع فيه والله لا يرضى إلا عن أهل الإيمان والتوحيد والاتباع للرسل ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها لأن الله عز وجل علم ما كان ويعلم ما هو كائن وعلم ما سيكون وتأمل وتفكر في ذلك يعني تظهر لك عظيم علم الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء إلا بما شاء منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال سبحانه أو كما قال أعلم الخلق به وهو الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعلامات الساعة وأنه سيظهر المسيح الدجال وسيأتي مثلا المهدي وينزل عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال ونحو ذلك فهذه أمور من الغيب لكن أطلع عن الله عليها عن طريق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات ومع ذلك فلا يؤده يعني لا يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين موضع القدمين من الرب سبحانه وتعالى والكرسي هذا قد أخبر الله عنه هنا أنه وسع السماوات والأرض وتفكر وأسبح بفكرك وخيالك في ساعة الأرض والسماوات كوكب الأرض مثلا كيف تكون كيف تكون مساحته وكيف هي ساعته وبالمقارنة بين الأرض والسماء لا تكون الأرض حتى ظر في الهواء إذا ما قارننا مثلا بين الأرض والشمس فالشمس يعني تسع مليون أرض وهذه الشمس هناك بلايين الشموس التي أعظم منها بكثير بل ذكر بعض أهل العلم أن عدد النجوم في السماء أكثر من عدد حبات الرمل على الأرض عدد مجرات رهيب جدا بليارات المجرات والمجرة فيها من النجوم والشموس والأقمار ما فيها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وكل هذا في السماء الأولى والسماء الأولى كثفها مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة عام والسماء الثانية كثفها خمسمائة عام وهكذا سبع سماوات تخيل معي الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف يكون حجمه وقدره ثم اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش يعني يقارن بين الكرسي والعرش يقرب لنا الصورة إلا كحلقة في فلاه يعني الكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة صغيرة ملقى في صحراء فكيف يكون إذن العرش إذا كان الكرسي الذي واسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه فكيف عظمت العرش لذا قال العرش أعظم مخلوق وأكبر مخلوق وأثقل مخلوق خلقه الله سبحانه وتأمل أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رأسه أو رجلاه في الأرض السفلة وعلى قرنه يعني رأسه العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه المسافة التي بين شحمة الأذن والكتف خفقان الطير يعني يطير الطير مسرعا مسيرة سبعمائة عام سبعمائة عام تخيل فكيف المسافة التي بين رأسه وقدمه سبحان الملك الكبير هذا الرب الكبير هو الذي تصلي له وهو الذي تصوم له وتزكي له فكيف ينبغي أن يخرج الإنسان طاعاته متقنة مجودة وأن يحرص على الإحسان لله سبحانه كيف هو حجم الإنسان في هذا الكون الذي خلقه الله لا أقول ذر لا يساوي ذر فكيف يقوى على معصية الملك الكبير سبحانه إن الناس ما أقدموا على معصية الله إلا لجهلهم بالله سبحانه لذلك أول علم يجب على المسلم أن يتعلمه أن يعرف الله عز وجل علما يقوده إلى تحقيق العبودية وإقامتها لله عز وجل أن يتدارس أسماء الله الحسن وأن يتعرف على ربي أن تجعل لنفسك وردا أو واجبا من تدارس الأسماء الحسن كل أسبوع مثلا ولو إسما واحدا وتتعرف عليه وتدرسه وتعيش في ظلال هذا الاسم لأن من فعل ذلك وأحصى أسماء الله الحسن فقد دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسمان مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة قال وهو العلي أي بذاته على جميع المخلوقات وهو العلي بعظمة صفاته وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب علو الله عز وجل علو ذات وعلو صفات وعلو قهر كل هذه من معاني العلو وليس أنه يحل في مخلوقاته كما يقول مبتدعة الصوفية وضلال الصوفية وغلات الصوفية الذين يزعمون الحلول والاتحاد وأن الله عز وجل يحل في مخلوقاته بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه بائن من خلقه مستوى على عرشه سبحانه له هذه الصفة وسائل الصفات الأخرى العظيمة العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جنب عظمة العلي العظيم مهما كان العبد عظيما ولهم صفات العظمة لا يسوي ذلك شيئا إذا ما قورن بعظمة الله سبحانه فآية احتوت على هذه المعاني كل هذه المعاني وأكثر منها في هذه الآية فقط آية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لو أعلمنك أعظم آية في كتاب الله وذكر له هذه الآية ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه الآية في عدة مواطن أولها حين يأوي الإنسان إلى فراشه لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ينبغي أن نعلم نساءنا وأولادنا هذه الآية ولو أن تكتبها وتعلقها أمامهم في غرفة نومهم حتى يتعلموها ويداوموا عليه كذلك قراءتها في البيت لأن الإنسان إذا قرأها وقرأ سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره كما في حديث أبي أيوب الذي رواه الترمذي وهو صحيح أيضا تقرأ بعد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبرا يعني بعد وخلف كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت على الصحيح من أقوال العلماء وليس أنها سبب لدخول الجنة يوم القيامة بل إذا مات بعد قراءتها فإنه يدخل الجنة كذلك هذه الآية تشتمل على اسم الله الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطاها كما رواه الحاكم وهو صحيح وفيها إثبات هذه الأسماء العظيمة لله عز وجل حتى ذكر بعض أهل العلم أنه اجتملت على ثمانية عشر أسما لله عز وجل غير ما جاء في طيات الآية وإذا كانت آية واحدة تشتمل على كل هذه الأسماء والصفات ونعرف من السنة أنها أعظم آية في كتاب الله إذن أعظم ما تدرسه في كتاب الله هو الأسماء والصفات لأنها تعرفك بالله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن وأن يفهمنا القرآن وأن يجعلنا من أهله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ورأكم واجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين